الموضوع كان تم من رقشته من فترة يمكن مع كابتا محمود خاطيب كنا نتكلم على إزاي بفيه استفادة كبيرة جداً لفريق الأول للنادي الأهلي وفريق الكرة بشكل عام في النادي الأهلي يعني في الفترة اللي جاية وفي العصر اللي انت فيه حجم النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي لازم يكون فيه أحسن جهاز طبي وأحسن كمان ناس متابعة من خلال المتابعة فتم الاستقرار على هيئة طبية للفريق الأول للنادي الأهلي ترقصها واحد من أسازة العالم مش أسازة مصر بس في تخصص الركب تحديداً يعني أو الجزء الخاص بلابد كرة القدم واحد من أسازة العالم اللي هو دكتور أحمد عبد العزيز مش الرجل الأول في مصر تبتكلم على المستوى العالمي وهيئة طبية كاملة وخاصة بالحاجات اللي هي مرتبطة بإصابات الملاعب زي دكتور ياسر المليجي في العمود الفقري بالتأكيد وأستاذ الدكتور ياسر المليجي زي الدكتور خالد شهيب تخصص الكاتف زي الدكتور أحمد خليف تخصص القدم والكاحل فكمان الدكتور أحمد هيرشح لنا دكتور أصوص دكتور للقلب فالهيئة الطبية للفريق الأول للهدي الأهلي فيها أسازة من أسازة العالم أسازة مصر بسودة مهم جداً بجانب طبعاً الدكتور خالد بهاي عندنا في الفريق الأول بتشتغل على إزاي والوقاية من الإصابة إزاي اللوقاية من أي ضرر ممكن على أي العيفة النادي الأهلي من خلال منظومة متكملة فيها أسازة كبيرة جداً زي اللي ذكرت أسمعهم التشخيص والمتابعة والوقاية ده مهم جداً 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 يعني فأنت بتدور على الأفضل حاجة طبعاً يمكن كان سؤال في الفترة اللي فاتت أو كان حتة فيها منخشة كثيرة جداً واخدت جزء كبير جداً في الفترة اللي فاتت لكن هي في النهاية كانت تشتغل على المستقبل ممكن يبقى فيه كانت لحم شديد جداً في المباريات بيتخللها أو بيبقى في وسطها سفر كبير جداً من شاركة أفريقية من خروج من بطولة أو من مباراة لأخرى من مشاركة في البطولة العربية من مشاركة في البطولة الأفريقية من مشاركة في البطولة المحلية من السفريات المتلاحقة يعني مع اشتراك عدد كبير جداً من اللعيبة سواء كان في المنتخبات الوطنية الأول أو الأولمبي أو حتى الشباب معها لعيبة جديدة ممكن يبقى فيه جزء كبير جداً من ده كان له أسبابه يعني لكن في نهاية أنت بتشتغل لبقرة بقى فأعتقد أن ده كان مهم جداً جداً أن أنت تستقر على هيئة طبية رأسها أستاذ أستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز واحد من أستاذ العالم زي ما أنا ذكرت يعني وده مهم جداً جداً للنادي الأهلية كنت بتدور على الأحسن حاجات بتدور على الأفضل حاجة تعبلها للنادي والفريق الأول لكن أنت بتكلم في المنظومة الرياضية ككل ما باتش مرتبطة بس أن أنت بتجيب لعيب أو بيطلع لك لعيب من قطاع الناشئين إزاي كمان متابعة المنظومة ككل من خلال كل أفراد المنظومة سواء كان المدير الفني أو كان المستوى الإداري أو المستوى الطبي فده مهم كله في المنظومة كلها أن أنت تخرج بحاجة كويس يعني أنت في 2019 يعني دخل على 2020 فالأمر ما بقاش مثلاً يعني حتة واحد بس بيبقى العملية حواليه أو الدائرة حواليه منظومة كلها لازم يبقى عندها كفاءة عالية جداً سواء كانت المستوى الفني أو المستوى الإداري أو المستوى الطبي أو التأهيل أو العلاج الطبيعي أو كل ده لأن أنت بتكلم في الآخر على بيساوي نتيجة إيجابية أنت بتكلم في أرقام بتتدافع بتتكلم في أرقام بتسمعها بقت كبيرة جداً وغالية جداً فبالتالي لازم المنظومة كلها تبقى على نفس المستوى على نفس الكفاءة يعني فأنت لما بتفكر بتفكر بشكل عام بشكل كلي ممكن تجيب مدير فني جايد جدا لكن يبقى لازم يبقى عندك جهاز إداري جايد جدا أو متميز جدا ومدير فني متميز جدا جهاز طبي متميز جدا جهاز علاق طبيعي متميز جدا جهاز تأهيل متميز جدا كل واحد عشان يطلع لك النتيجة الإجابية والمتميزة اللي انت بتنتظرها وخصوصا لما يكون بتمثل نادي وكيان زي النادي الأهل من مميزات النادي الأهلي في شخصية النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي ان انت بتعف تفصل ما بين المباراة والتانية وما بين البطولة والتانية. احنا خلاص اول مبارح كان عندنا مباراة مع سينبا في البطولة الافريقية خلاص بتنتهي وبتفكر في حاجة تانية وبتقلب الصفحة يعني انصح التعبير عشان تخش في المطالة المحلية. يعني لك اهدافك ولك رؤيتك ولك اه تطلعك اللي عايز توصل له يعني شهر رحمان بازل له اه شهر فبراير ومارس يعادي بشكل كويس قوي عشان تروح لوضعك الطبيعي في الجدول وتروح لمكانتك الطبيعية بازن الله وده اخلي بالك يعني لازم نتكلم بشكل واضح جدا يعني انت طالما انت مركز بشكل كويس واخد الامور اه في نطاقة الصحيح بدون اي تنشانة والعصبية ولا توتر ان شاء رحمان هتوصل بشكل كويس جدا تحترم الناس كلها هتقدر الناس كلها هتقدر الخصوم مهما كانت الفرق اللي هتقابلك ومهما كانت الصعوبات اللي عندك او السفريات او مشاركات محلية وفرقية. لازم كما انت كنت على نقطة التركيز او في نقطة التركيز عالية جدا عشان توصل الهدفة.